السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاك احمد سامير من قناة تكنفوبيا والنهاردة هنكمل مع بعض درس الساس وازاي نحط السورس ماب في اخر الملف بحيس يعني ايه السورس ماب اصلا وبحيس ان لو طلع ايرو نعرف نعرف ووافين وكده. احنا هنا بنكتب سياسة هوت وبنفتح المتصفح نشوف الاشكال وبعدين نعمل لو في حاجة عايزين نعدي لها ولا كده. طب لو طلع عندي مسلا حاجة مش حلوة ولا حاجة الظريفة مسلا فانا عايز اعرف ده فين. في السورس ماب هيقوم معرفني بدلا ما يقول لي مسلا لو كله عملكم باكت وكله في سطر واحدة يقول لي في السطر بتاعك او البتاع ديت انت موجودة في السطر الاوليوية في ملف سي اس اس اس. هنشوف مع بعض. هنا هوت عمل الهنا. وقام داخل هنا هو. شايف بيقول لك ايه? حاجة لونها واضح مسلا. ده مسلا. العنصر ده مسلا انا عايز اخلي بتاعه يكون تاني. او بتاعتي بتاعته تكون مختلفة. بيضة مسلا او انا معجبنيش الفونت عايز اغيره. عايز اخلي بتاعتي ايه? لون هاحمر مسلا. فانا من هنا كنت بعمل ايه? بقى ام غير اهوت وجبت اللون الاحمر اهوت. وخلاص على كده. وسبته. اه التغيير ده حلو انا عايز اعممه. فكنت بروح اشوف هنا انا اه في ملف اندكس سي اس اس السطر الفلاني اللي هو ربعمية وعشرة ده. تمام? في السطر ربعمية او ستة اه ربعمية وعشرة. في العمود رقم ستة. ايا ما كان يعني. هنا السطر مية سسعة وستية. مية ستة وتسعين سطر اربعة وتمانين كنت احطت الحاجات دي. طب انا بكتب بالساس. وكله مضغوط في ملف واحد فهيجيلي الكود مضغوط. فانا عايز اعرف الكود دوت فين بالزبط. يجي هنا دور السورس ماب. دور السورس ماب ان هو بيحطيلي هنا سطر مكتوب لي سورس ماب. السورس ماب دوت بيبقى ايه? انت قدامك ملف السي اس اس اللي المتصفح بيفهمه بس لما بيبقى فاهم الكلام ده مكتوب في السطور رقم كام هنا والحاجات رقم كام هنا بحيث ان او طلع ارور او طلع حاجة انا عايز اعرف هي فين بتبقى موجودة هنا. الكلام ده حلو او السورس ماب توبيتتعمل ازاي بقى? نرجع تاني ديت. كله من قلب احنا ما بنختراعش مكتبة جديدة فانت على طول خليك على طول في في بتاعت الحاجات اللي انت بتستخدمها عشان تعرف الجديد. بيقول لك انا ممكن تعمل سورس ماب محتاج تعمل ايه? تصلت بالسورس ماب. فانا هاخد الكلمة ديت. جلب سورس ماب ديت كوبي. احطها بعد ما اقول له لجلب سورس ماب. فامي سلطب للسورس ماب. هرجع هنا بقى واشوف بيقول لي عامل ايه? قالك بعد ما سلطب سورس ماب بعمل له. فانا هاخد اهوات سورس ماب زهور بيقول لي عامل له فانا حاضر يا عاما هاخدها وعمل لها. اعملكمها واقول له سورس ماب زي ريكواير للسورس ماب ههوات. وابدأ اشوف آآ آآ بتقول لي عامل ايه. بيقول لك بعد ما تقول له روح على المصار. قل له اعمل للسورس ماب دي. قل له ادي الاصل بتاعي اهو. وبعد ما يخلص الساس ويعمل له كومبيل. قبل ما يحط الملف في الخارج. قل له اكتب بقى حط بقى السورس ماب بتاعتك الخارج بتاعها هنا. فانا كل اللي انا هقول له هنا في الفولدر بتاعي في آآ بتاع الساس. اما امسك الملف الساس اللي انا عايز اشتغل عليه هقول له هنا ده ده الاصل بتاعي. وبعد ما اعمل له كومبيل. وقبل ما اطلع على الخارج هقول له ايه? هقول له سورس ماب رايت. ايه كتب بقى سورس ماب بعد ما اعملت الكمبيل اهوت وخلصت الحاجة بتاعتك. حطيه بقى سورس ماب هنا قبل ما اطلع لي الملف الخارجي بتاعي. بقى كل اللي انا عملته قلت له ايه? سورس ماب رايت. لا اكتر ولا اقل. ده ملف بتاعنا كان نعمل ازاي هوت? وده ملف الساس اللي احنا كنا بنكتب عليه. لما اجي هنا واقول له مسلا جلب ساس. هيعمل ايه? اعمل وخلص. ادي ملف الساس. هو قدام لف الساس. ملاحظين ان هو ام زوده في سطر بتاع السورس ماب وكتب لي فيه شوية كرام. المتصفح بيفهمه. ويبقى عارف ان دوت الحاجات دي موجودة فين لو حصل ايرور بعد كده تعرفت يدي لك الارقام بتاعة السطور. بتاعة الساس بتاعتك. وكده يبقى خلصنا الساس. اشوفكم على خير في درس جديد وفي الاخر ادعوه لي برحنا.